اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة ng trovacha اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لدينا أ две عقل بريدوية في البحر الم政府 أصول أن ندفعية أخرى سنوات المتعلقة سنوات المتعلقة لكن يشبه بين أعواج عالي أو أعواج عن أعواج عالي ويشبه عالي دقيقان مع نازم السلسطة ومن المتعلقة في الوقت نفس العام امت هذا الفرور و هذا الفرور لكن المزيد تم إلعانيه وتتعامل لا يوجد لا يوجد اشترك في الان ناحية يا ربان في الانتعامل في الانتعامل بالتأكسية في المستقبل contrast وعندما يبدوا قد يجبع التفايل من السبري Weakam قد يجب أن يجبع التفايل والأسفر الحالية قال يجب أنه يتجهر وقد يظهرنا أنه يتعلق البعض عندما يتعلق البعض هذا المنزيزي أس وقد تعلق أنه يدعو النامان تثقرات وبشارة من جديد مع جديد سيدك اسمها تلك السيدة تلك ستصفة تلك ستصفة تلك ستصفة قد تلك ستصفة قد ستصفة السيدة الم المتحدد قدمة مهمة على البعض لعجد المتحدد في ق liking ستصفة سي treadmill دار عسل مللائيز ملائيز بلس طالح يمكن أن نفعل على مدارة حولها يمكن أن يكون المدارة سيارة سيارة يمكن أن تلعيز ط التالح للعظم كل المدارة يمكن أن القد عندما يمكن أن يكون لها لمواجهة مسارة بها المترجم للقناة 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 يعني لماذا أنشئ مجلس المحاسب هو يعني الصفة المترجم للقناة المجلس هذا هو صفة مهمة جدا وهو محاربة الفساد والحفاظ وترشيد المال العام يعني انتع الدولة الجزائرية حتى يكون كل الفلس يمشي إلى محل يعني بدون ما يتلاعبوا بها أشخاص حاب نفوذ وبدون نفوذ حتى يساهم في الاقتصاد الوطني حتى يساهم في يعني باش يكون عنده مرضودية الفلس هذاك اللي يخرج من الخازينة اللي تنتع الدولة يكون عنده مرضودية ويجيب أرباح وينفع يعني المواطنين سواء في الصحة في التعليم يكون في محله يعني هذا هو الدولة وهي يعني مهمة جدا و يعني من المفروض لها صلاحية واسعة لأنها لأن المال العام يمس كل كل الجهات يعني في الوطن من البرزيدانس حتى الجوفرنمان حتى السيناء للدبوتين للشركات الوطنية الخاصة العامة يعني كل هيئات المنتجة والغير منتجة يعني فإذن هي يعني في الحقيقة عندها حق النظر في كل في كل المال العام يعني الوطن الجزاري وهي اللي تشوف يعني عندها الحق أنها تنقض يعني تكريتيكيها وين راح وتنصح بترشيد وتدير دير ركومونداشون لترشيد يعني النفاقات هذه وين تروح حتى تكون مرضودية وفايدة للوطن الجزائري هذا هو المهم من تحرك جزتما سيد عبدالواب تكريتيكيها صلاحيات وتكريتيكيها لتكريتيكيها تكريتيكيها نعم من المفروض قانون عندها الحق أنها تفتح الزنكات وتدرس وتخول يعني ناس القضاء أو أشخاص مثلا يكونوا مؤهلين ينظروا في هذه القضايا ويرجعوا لها رابور لكان تورط لكان غالط ولا مقصود غير مقصود إلى آخر وهذا هو الدور الحقيقي مثلا في قضايا الفساد مثل سوناتراك آن سوناتراك دو لوتوروت وكثير من الأموال هذه التي فيها الشك فهي من المفروض تكون هيئة تتبع هذه القضايا وتشوف يعني كيف الأحوال وتكون عندها نظر لأن لماذا هي أنشئت فلالمحافظة قانون يقول المحافظة على الملأم فهذه المحافظة على الملأم تكون بجميع الصفات يعني بالملاحظة بتتبع الأخبار الصحف الشيكاية تنتعى الناس إلى آخره ثم هي تفتح هذا وتخول الناس يفتحوا إذا كان هي يعني ما عندهاش الأشخاص المعنيين تكلف ناس من الخارج من الداخل يجيبوا لها تقارير لكن كان فساد ما كانش فساد لكن كان يعني طرق في تسير يعني ماش ولابد إلى آخره هذا من صلاحيتها ولكن المشكل في هذه الأيئة أن هل ترى هي مستقلة ولا لا دايما مثل الانتخابات هل نرجع لهيئة مستقلة عندها الحرية أنها تدافع على المال العام يعني بجميع الصفات أو هي محدودة يعني كما يقول الإنيسياتيف من يختار أعضاء من يختار أعضاء مجلس المحاسبة سيوبله هو في الحال يعني في الحال أنتع الجنسارية رئيس الجمهورية هو يعني يسمي كل الناس يعني القضاة يسمي هذه المجلس المحاسبة هذا يسمي كل شي فإذن هو عنده صفة مطلقة يعني هذه الناس وإذا سمهم واحد مثلا إذا كان رئيس الجمهورية فهم يصبحون مدنين له لا يستطيعون هو ضعف يعني في القانون الجزاري أن هذه الناس في الحقيقة مثل القضاة مثل هذه الأسلاك هذه المهمة لازمها تكون حرة تماما لأن لو يكون ناس من مثلا المحيط رئيس الجمهورية أو من الناس النفذين في الحكم فلا تستطيع هي أن تتبع هذا القضايا إلا إذا أمرت وإذا فيها توجيهات لأن الشخص يقرر فيها لو كان ما يمشيش على الخطة اللي هي ربما يتمناه هالناس اللي يحطوه لا ربما يتنحى من منصبه ويجيبه واحد آخر اللي هو يطيعها ماكثر وكثير أيضا من الناس يعني في الجزائر في المسئوليات لما يعطيهم مسئولية فتكون ترقية بما أنها ترقية فإذن هما ما يفهموش المسئولية مع الترقية تتخلط عليهم الأحوال يعني لما واحد يرقيك صعب عليك أنك نتهم بعد يعني تكشف له عيوبه أو أخطاءه إلى آخره رغم هذا سيد الهيب رغم هذا الكلام رغم هذا الكلام يعني بس لو نشوفه في التقرير الأخير حول الانفاق في 2014 يعني فيه اتهامات خطيرة وقد اكتشفت يعني بعض الحقائق اللي تبين أنه فيه لك تنعب كبير لأموال الدولة نعم هذا صحيح ولكن هذا بديه بالنسبة لنا احنا من قبل ما تصرى هذه الكريز هذه البيترول كنا شايفين باللي يعني تسير نتع الدولة الجزائرية هو تسير عشوائي هو تسير يعني فافضت علينا الأموال اللي كانت تدخل من البيترول أصبحنا نسكت في الناس بالسكنات بلاش نسكن يعني نزعف في الأموال بأي طريقة ولكن المشكلة اليوم ثبتت هذا يعني الخلاص الخلاص اللي خرجت بها هي أننا نعرف نصرف الدرام ولكن نعجز باش نسترجع حقوق يعني الدولة الجزائرية هذا هو المشكل يعني نحن 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 11.000 مليار دينار اللي ما قدرتش يعني اللي ما زالت عجزة الدولة الجزائرية باش يعني تسترجع الخزينة انتحها وهذا يعني شفر يعني عدد ضخم حسب رايك يا شاب الوهاب مقارب تقريبا 110 مليار دولار اللي هو تقريبا يعني كما نقوله هو يقارب تقريبا كما نقوله لريزالف دوشانج تانا تقريبا يعني ونتسب الوهاب حسب رايك ما هي التهى يعني النقاط الهامة في هذا التقرير يعني ما هي ربما المعلومات الخاطرة اللي نشعر فيه التقرير هو يعني شوف هو التقرير هذا لما هو فيه تقريبا 100 صفحة ويفصل يعني يفصل البيجي كيفاش البيجي توزع على المال للصناعة إلى آخره ومن بعد يمد يعني النفقات اللي الدولة صرفتها على هذه المجالات البيجي اللي يروحوا الفونكشونمون اللي يروحوا اللي زيكيب مو إلى آخره فكل شيء مفصل فيه يعني الدولة مدة المال ما بخلتش يعني ولكن المشكلة اللي فيه هو أولا استرداد المال هذا هو المشكلة اللي يبين لنا يعني هو التقرير خرج بنتجة واحدة قال لك حتى ما ما عطاش يعني مثلا تحاليل معمقة على سوء السير وعلى الفساد نحن مثلا نعرفوه بواسط الجلايد والصحفة إلى آخره إنما هو أعطانا نقطة واحدة اللي أكد عليها هو قال لك باللي الدولة الجزائرية تصرف ولكن باشتصار بحقوقها من الشركات ومن الأشخاص هالدرهم اللي رحو اللي ما يتريكيبير وش في التيفي يعني يعني ديفيرون زامبو في لبناليتي في لطاكس داكتيفيتي هذو كل هذو ما المهمة إما هذا الطرف من سوء تسير لأن كان سوء تسير لأخر اللي هو يهم نحن كثير وغضة النظر عليه يعني الهيئة هذي هو لزفر الكبار مثلا هذو ما شفنا همش ما هما التقارير فيما يخص مثلا هذي سونا ترك دو لوتورو تس وست ومئات من القضايا في السكن في الأراضي في جميع المجالات والبنايات هذه واحدة ثالثا ما كان شتاني كيف هش نقول إحنا لزفر ما شفناش مثلا هي ما عطتناش رأي فيما يخص مثلا لزفر ما هذو هل ترى بروديكتيف ماش بروديكتيف ما فهمناش يعني النقطة اللي أكدت عليها هو استرجاع الأموال ضعيف وخاطير نبقى 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 المشكلة هذه استرجاع الأموال رمبورس معنية رمبورس وش الكريدي تاعهم فأين هل ربما أعطوا الحلول أو ربما وضعوا الأسبوع للخلل أين هو الخلل هل لأنه ضعيف لأنه دولة ضعيفة باش تركيبير درامها وإلا في هنا كمبيتنس وإلا فيها عام تعمود في هذه القضية هل ربما أعطوا أسباب الأسباب اللي مدوها هي أسباب شكلية مثلا كما يقولوا في التقرير يقولوا مثلا باللي ما عندناش ماش متطورة مثلا الإدارة تفهم منها باللي الإدارة تعمل بيروقراطية وما زال ما وصلتش مثلا إلى مستوى تقني مثلا باش انت تعرف تدير مثلا لفاكتور وتدير لفاكتور اوتوماتيك وديوك للتقارير وجوك للبنك يعني عندك فاسيليتي باش مالي بولي دونيت على البنك دي باس دوني عندك دي دوسي كومب لأكسيسيبل على سيغاند على أي شركة ولا أي شخص مثلا هذا هو الضعف اللي هما شايفينه اللي يزم الهيئات هذه تتطور وتترقى وتقول يعني ولو كان يقولوا باللي كان تحسين في هذا في الأمور هذه ولكن تبقى العمليات هذه دورك هذا لازم تكون تطور ريال إلى آخره هذا هو يعني الضعف هما شكليا يديروا يستدير هما يشوفوا الكريتور كونتابل واش دولة وزعت كأموال خرجت كأموال ثم ماذا يجيبوا هذا كيف تريكيبير ما تريكيبير هذا هو العنصر اللي هما مبنع لهم تقرير هذا على كل حال أساد لوحاب أنت هذا تقرير يقول هك أنت كأخي الصاء يعني واش حسب رايك يعني ما هو الخلان وما هو السبب هذا الخلان يعني كما صراح المشاكل الفساد أو الناس اللي لازم يدخلوا ويقفوا في المينستر مثلا هما الربريزنتان المفروضين تعنا للديبوتين والسيناتور هما اللي مثلوا الشعب ومثلوا الدولة هما اللي يقفوا المينستر ويحسبهم على أي فلس يعني من لأن الكوردي كونت تاخد سرطان زفار يعني اللي هما وتشوف الموفمون يعني تعلي الشركات وهذيك ما تشوف هي كيفاش يسير أو تحم أبجيكتيف مثلا في شركات هل ترى لازم يأخذ القرار الفلاني أو الأخ القرار الفلاني إلى آخره هذا هو المشكل اللي احنا ما عندكش حتى هذا ما كانش اللي يحاسب يعني هذا هو الأمر اللي احنا وصلنا له مثلا كما درك باناما بيبرز ناخد لك مثال اللي كا هذو تعلي ظهروا باللي مستثمرين في الخارج هذي أموال جزائرية خرجت إلى الخارج والناس استثمرو في الخارج بيحق من يحاسبهم أهل تأسكولا كوردي كونت أو مبارل عن اللي سيجي هذو ماش فتشنا هذا يعني لكاني هذو لكاندخلوا الانتغري ولا لانصوا دي زنكات مثلا على اللي كا تعب باناما وضاير هذو ما سمعناش بهم إلا من مجموعة يعني صحفيين دوليين ما مش حتى جزائريين مثلا كيمالي ظفر دو كوريبسيون اللي قصدت من سبق ما هو تقرير انتعهم ياهل ترى هما اخدوا موقف من هذا وبحثوا فيهم وإذا بحثوا ما هو ما هو الجواب اللي نحنا كمواطنين اللي حابين نفهم واشي صار انت لما توجد باللي مثلا المينيستر هو بعد في باناما بايبرس ولا يقولوا ابناء على حساب على كل حال الأخبار يقولوا ابناء مثلا في باريز ولا كده وهذه أموال انتع الشعب الجزائري انتع الوطن إذن من هو اللي لكور دي كون عندها يعني دور في هذا المجال ولكن ما شفناش هذا الدور هذا يا شاب لوحاب يعني لو نرجع تقول الوزارة ما فيش محاسبة وما فيش متابعة يعني لو نشوف هذا الخالة اللي كما قلت يعني فيها خاصة خاصة حسب الاقتقرير هناك ضعف استرداد أموال الدولة هل ترى هل أن فيها اللوبيات يعني اللوبيات الأموال هي اللي تمنع استرداد هذه الأموال وإلا فيها موانع أخرى يعني تمنع الدولة تسترجع أموالها يعني أموال الشعب هو الأمر الخطير أنا واللي يشوف هنا هو اللوبيات يعني تلعب ولكن اللوبيات تغير لك حتى القانون يعني فإذن هي تتغطى بالقانون مثلا كما درك يدخل السيارات ولا أمر ولا لطاكس فلادوان ولا حاجة هذو اللوبي يلعبوا على القانون بالذات يعني قادرين حتى يغيروا القوانين فإذن المشكل يبال لي موش في هاد في هاد النقطة يبدلوهم بالضغط على المينستار الأخيرة المشكل الحقيقي هو في هاد يعني نقص الديمقراطي يعني الهيئات اللي توقف في وجه الفساد يعني جهرا وتحارب الفساد هذه من جهة ثانيا المشكلة هي ثانيا بروبلم انتعلى بيروكراسي هذي احنا عندنا بيروكراسية يعني عندنا تصير بيروكراسي ثقيل جدا فإذن انت لما تلحنهم كات مثلا ولا تطلب معلومات ولا هذيك المعلومات ربما ما تلوح حضرك تجيك في العام للعام الجاي فإذن ما تقدرش التقارير تكون مغلوطة يعني شاب الوحاب يعني من الفضل كانوا كودي ريح ما نا عندنا الأشتاذ وعمار سعودي وقيد عن سنكسبر في نوع الإيكوناميك سيل جاير سي وعمار أزوف لك ومراح فيس كيف متنا كاذا ربي أزوف لك سكرة نشونال الإيكونامية ذو كيف رقيا سواء ما سعودي مش كاتسوالي رقيا ولو يعني الكنسان لسكوة سنة 2014 سفي عامين فلاس بسحة تسيدين وقيا نادي سفان عمي أشيمين بوضلي حالين بوضاكاتورا أشيمي واتقان ترورش سوردين مش كان وليل رقيا مجي عندي سرحون سوردين بوكدود يعني يعني تراهبار شهات هو مجيذا سوردين 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 لهم يعني يتم سوردين خ her مش سوردين و لا يجب ft 鉄塔 المترجم للقناة المدينة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ثالثاً نانسي قنقر 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 النقابية في الجزائر. شفنا نقابات الآن اتحاد النقابات يعني دايرين اه اضربات كول اسبوع حتى حاولوا يعني باش يغيروا اه موقف الحكومة. ظهر انه مسلال قالك انه ما اتناش حلول اخرى ما اتناش طريقة اخرى لازم نقص نقص شوية من اقل من مصاليف الاروترات. انت حاسك اخي الصائم جيت كاني كيف هتشوف قضية الاروترات انتي سيبي. واشي او امار سعودي وقالك لازم يكون ان ديبال لازم يكون نقاش بالنقابات والحكومة. ويخرجوها كل كل شيء فوق المائدة. بعدين ربما يخرج بالحلول انت هل حقيقة تانية يعني الاروترات انتي سيبي هذه في الظروف هذه اه لازم تبقى ولا كما قالك واحدة خلال لازم اني نصبره وبعدين ان شاء الله لما تحسن امور. ما كانوا لي ويلاء لحقوق العمال كان ماضي يعني. هو شو من وجهة نظر العمال يعني والنقابات هذا حق تسبوه. وهذا حق ما مش هم اللي طالبوا به. الدولة هي اللي شجعتهم في التعينات لما درت لاريستركتوراشون وجابت لا فاميه الفون آآ الفون مونديال هذا وطلبت منه السلفيات. هي الدولة الجزارين اللي طلبت من العمال وعطتهم هاته تسئيلات لانه في الوقت هدا كان الفشل الاقتصادي كما اليوم مثلا هو كل بليطور تعال العمال مثلا كانوا العمال كثير في شركات وهما غير منتجين. فكانوا دي ريكو مونداصون تعالوا فاميه نسلف لك ولكن نعلمك كيفاش تسير لانك انت تحط عشرة آآ في تسلك عشرة في مكان ينتج فيه واحد من المفروض ينتج فيه واحد اذا اذا حبيت نسلف لك نعلمك كيفاش تسير خرج تسعال اخرين. فدولة درت يعني باش خفت آآ هذيك اللي شارج سالاريال على الشركات آآ خلقت هذا جابت الفكرة هذي تسعال ريكو تسيبي والاخيري. اليوم آآ دولة اللي درت المشكلة اللي درت الامر هذا اللي اقترحبت. واليوم تراجع فيه لانه تقول كنا ما عنديش كيفاش ملين الاكاس هذي دورو ترات اللي ديجا دي دي جا دي زي كيليبري وراح تروح دو بلو زوان بلو دي زي كيليبري. لكان كان دي دي بقار ماسيف في ليروترات انتسيبي وفي ليروترات وليروترات بعد توكور فإذا هذا مشكلة نتعدو لما يش نتعال عمال النقابات عندهم الحق اكتسبوا هذي القوفي فيه فايدة هذي النقطة هذي يحكموها نخدم. خاصة سيد الوحيب خاصة انا ساعه وامار ساودي تكلمها لها لكيست دورو تراتي كاذا يعني فيه دو كاسا برامو كان لكيست العامة تلطو العمال العامة وكان فيه تلطو العمال العامة بس هما ممسوش هذي لكيست. هذي هذي من من عجيب هذي النظام هذا لان النظام هذا قاعد زي يعني بصراحة قاعد زي لستعمار. حامي هذي الطبقة الحاكمة والباقي يعني يدي فيه للفقر لما يستلزم بالأمور. وهو المسؤول يعني نورمال من سي لكيست دورو تراتي لكادر يتناح لنا. الكادر هما اللي ريس فونسابل عالا جيسي لكيست دين البلاد ممش لعمال. شكرا نادرو حاب سي عبدالو حاب عزاطري وقيدا موسينا وثير دمسا سيقسنا تكس صحة وبرك الله وفيك أستاذنا. شكرا عطا سيقماتنا وامار سعودي وامكيدنا وقيدا يونو مدوبان ليرسيدي سيقراته ناسيونال اللي كونومي دو كوفا اللي عصي دي سيل زاير. بتصوغارك مثلا عاربا مين وقيدا دمو سناو الثدام سايونا وانتبال نجيل جديد سيل زاير. لكن شكرا كونيث متنازة ما ميتقى موكينا غا ثكمار تمزوهم. دي ناكن دوركا انشاء الله دفدو اول تليلي. اول ده اول منار. إذا رأي نوون اجتلو كدنو تماثنا سوما يا. وادنا هذا في فمسال تاجد فمكني تامو غلينونا في اللا رابورة جي لكور دي كونتين ديدنا يصور ديين دولا يصور ديين بوكدوذ. تصروحنا كادي الخسارات تاس الشركات تاس اللي كمباني نالي زونتا بريز وو تسكتارات وو تسكتارات يصور ديين ستيت لاليد دولا. فغا كون كنا تساو لما قل تماثنا سوما يا. وادكم تامو غلينونا فمسال تاجد. دينا ودنا اتمتنا. اعطيكم صعيمة قمو كنا. قمنا نالي. سلام عليكم.